هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل للشقيقين وابن عمهما من عائلة توطح في حي وادي الجوز بمدينة القدس بذريعة البناء دون ترخيص واقتحمت تعزيزات عسكرية الحية صباحا اليوم وفرضت طوقا عسكريا حول المنطقة وطلبت من قاطني المنازل الثلاثة إخراج محتوياتها تمهيدا لهدمها وبهذا يتعرضوا ثلاثة عشر فردا من عائلة توطح المقدسية إلى التشريد وفي أول شهرين من العام الحالي هدم الاحتلال سبعة وستين منزلا في القدس الشرقية بزعم البناء غير المرخص تجرنا على ريحة بعد نجينا على أرضنا هون هاي أرض جدادنا من تلاتمئة سنة من خمسة وعشرين لتلاتين سنة إلنا بنيين دور هون صاروا هدل لنا اليوم ساتس دور نحاول ناخد رخصة إلا من فوق 25 سنة دفعنا مئات ألوف الدولارات لمحامية ومنزيل رفضين كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن كفير عن نيته السماحة للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان تزامنا مع الأعياد اليهودية وتأتي تصريحات بن كفير ردا على اقتراح قيادة شرطة الاحتلال بضرورة الحفاظ على السياسة السابقة وإغلاق المسجد الأقصى أمام المقتحمين في الثلث الأخير من الشهر المبارك وكانت جماعات الهيكل المزعوم طلبت رسميا إغلاق المسجد الأقصى أمام المسلمين في الأسبوع الثالث من رمضان لإفساح المجال لاقتحامات ما يعرف بالفصح اليهودي واعتبرت الجماعات أن شهر رمضان هذا العام سيكون اختبارا لبن كفير ليثبت أنه المالكة الحقيقية للأقصى على حد زعمهم رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل أن الأوضاع تتجه نحو التصعيد خلال شهر رمضان مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون ساخنة وأنه على الفلسطينيين التوحد في أرض المعركة وطلب مشعل خلال حوار إلكتروني نظمه مركز الدراسات حوارات التنوير والتغيير طالب بتوحد الأمة العربية والإسلامية وتجاوز الخلافات والتعاون لمواجهة بلطجة الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن استرداد الوطني لا يكون إلا بالمقاومة وبأشكالها كافة واضح أن ما يجري في المسجد الأقصى يندر بتصعيد غير مسبوك وخاصة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي الفاشي بن قفير وهو يعمل على القيام بعملية تصعيد في شهر رمضان المبارك وهو ربط شهر رمضان المبارك بالعنف ويمارس تحريض غير مسبوك على شهر رمضان بأن القوى والفصائل بالإضافة إلى المقدسين سيعملون على التصعيد لتبرير قيامه بما يقوم به من إجراءات اليوم ما جرى في المنزل الأقصى من قيام أحد المستوطنين علنا بقراءة فقرات من التوراة وأيضا من سفر إيستر هذا يؤكد على أن هذا المتطرف وحكومة ماضيين في التصعيد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلحام الأكسجين بوابة منزل يؤوي أطفالا أثناء خروج والدتهم إلى السوق في منطقة شارع الشهداء المغلق في الخليل وبعد ساعات رفعت الغلقة عن باب المنزل كاميرا رؤية نجحت في عبور حاجز الشهداء والوصول إلى المنزل غير أن جنود الاحتلال حالوا دون الدخول إليه ولقاء العائلة نتواجد في شارع الشهداء المغلق في البلدة القديمة من محافظة الخليل وبالتحديد أمام المنزل الذي أغلقه جنود الاحتلال هذا اليوم جنود الاحتلال أقدموا صباح اليوم على إغلاق هذا الباب على ساكنه وبالتحديد على عدد من الأطفال بعدما خرجت الوالدة لشراء بعض الحاجيات بعد ساعات من احتجازنا على حاجز شارع الشهداء نجحنا في الوصول إلى مدخل المنزل لكن جنود الاحتلال منعوا أهالي المنزل من النزول إلينا أو دخولنا إلى المنزل من أجل عمل المقابلات ولقاء الأطفال الأطفال بقوا وجلسوا على نافذة البيت لمدة ساعتين واستنجدوا بوالدتهم لكن جنود الاحتلال رفضوا فتح الباب جاء جيش الاحتلال خرجت المرأة من البيت تجيب خبز لولادها لا تفطر طبعا هي شافت الجنود هو منظر طبيعي لديها لأنها تسكن بجنب حاجز شارع الشهداء فوسط الدكان أقل دقتين ثلاثة رجعت تفاجأت أنه عادين بيضعوا بلحموا في الباب بالأكسجين حكت مع الجنود أنه أطفالي في البيت إلا أنه لم يسمعوا من المرأة لها في قرار عسكري بإغلاق هذا البوابة المنزل المستهد في تكوى من ثلاثة طوابق وتسكنه عائلات يقع ملاسقا لحاجز الشهداء المغلق هذا الحاجز يعد من أخطر الحواجز في محافظة الخليل ويطل مباشرة على شارع الشهداء المغلق الذي يمتلئ بالمستوطن المتطرفين الأهالي هنا يواجهون صعوبة كبيرة في الدخول والخروج إلى الحي والوصول إلى منطقة تلرميده حيث يضطر بعضهم إلى عبور وسلوك شوارع بعيدة وبعيدة جدا لوصول لمنازلهم من أجل تفادي الجنود والحاجز الذي يقع في قلب منطقة باب الزاوية أمطار قليلة تفصلنا عن هذا المنزل لكننا ممنوعون من دخوله ويمنع أهالي من الخروج منه من شارع الشهداء المغلق في محافظة الخليل محمد العدم رؤيا أصيب أربعة شبان فلسطينيين برصاص حي لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمة عقبة جبر جنوب مدينة أريحة في الضفة الغربية ونقل الشبان الأربعة إلى مستشفى أريحة الحكومي وحالتهم مستقرة وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء الاقتحام صورت قوات الاحتلال منزل الأسير ماهر شلون الذي اعتقل خلال اقتحام المخيم الأربعاء الماضي وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه في سياق نهج العقاب الجمعي وصف المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم تسمم تلميذات إيرانيات خلال الشهور القليلة الماضية بالجريمة التي لا تغتفر وسجلت إيران أكثر من ألف حالة تسمم لتلميذات منذ 22 نوفمبر الماضي تكرار حوادث التسمم في مدينة قم وسط إيران دفعت بعض الأهالي إلى إخراج أطفالهم من المدارس وتنظيم احتجاجات أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني إسقاطها 13 من أصل 15 مسيرة إيرانية الصنع تقول إن القوات الروسية أطلقتها فوق أوكرانيا اليوم ومنذ أيلول سبتمبر الماضي تتهم كييف موسكو بتنفيذ مئات الهجمات بأسلحة إيرانية الصنع وزارة الدفاع لبريطانيا من جهتها ترجح أن يكون مخزون روسيا من المسيرات إيرانية الصنع قد نفد وفي آخر إعلان لها منتصف الشهر الفائت استبعدت وزارة الدفاع أن تكون روسيا قد استخدمت طائرات مسيرة في تنفيذ هجمات ضد أوكرانيا قتل تسعة من أفراد الأمن الباكستاني وأصيب 16 آخرون في هجوم انتحاري استهدف مركبة كانت تقلهم جنوب غربي البلاد وبحسب الشرطة الباكستانية فإن التحقيق ما زال جاريا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها ويأتي هذا الانفجار بعد يوم من اقتحام الشرطة الباكستانية لمقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من أجل تسليمه مذكرة توقيف لعدم مثله أمام المحكمة في 28 شباط فبراير في قضية فساد